بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مواضيع مقترحة في الرياضيات في الهندسة الفضائية لبكالوريا 2019 رقم ثلاثة أنصح بشعبة العلوم التجربية والتقني الرياضي والرياضي لأنه تمرين رائع حيث قال الفضاء منزوب إلى المعلوم المتعامل المتجنس كنعتبر النقط A, B و C بإحداثيتها والمستقيم دالتا حيث عندنا X-4-T و Y-3-2T و Z-6-5T حيث T ينتمي إلى R هذا ما هو إلا تمثيل وسيطي للمستقيم دالتا قال واحد أحسب الجداء السلامي A, B, S استنتج طبيعة المثلث A, B, C وأحسب مساحته لأس لأ, B, C قال ثانيا تحقق أن X-2Y-5Z-10 هي معادلة دي كارتية للمستوي A, B, C ثم ثانيا قال بيّن أن المستقيمين دالتا و A, B ليس من نفس المستوي رابعا قال أثبت أن المستقيم دالتا عمودي على المستوي A, B, C في النقطة C خامسا قال لتكن D نقطة من المستقيم دالتا ألف قال بيّن أن من أجل كل عدد حقيقي T فإن المسافة بين D والمستوي A, B, C تستطيع أن القيمة مطلقة لT زائد واحد في جذر 30 ثم باقل عين إحداثيات النقطة D بحيث يكون A, B, C, D رباع الوجوه حجمه ماذا؟ حجمه إسعين عاشرة بذي معناه وحدة حجم إذن لنطريق على بركة الله في الشرح المفصل إذن نطريق أبنائي في الإجابة على السؤال الأول حيث قال أحسب الجداء السلمي A, B سلمي A, C إذن أولا نكتب حساب الجداء السلمي لـ A, B سلمي A, C هنا معلنا إلى مطالبون أولا بحساب مركبات شعاء A, B إذن هنا نحسب A, B ودائما أحذركم من هذه الأمور البسيطة إذن نقول هذا ناقص هذا اللي هو صفر ناقص واحد وهو ناقص واحد وعندنا هذا ناقص هذا اللي هو خمسة ناقص إثناء ثلاثة اللي هو إثنان وهذا ناقص هذا اللي هو يعطي لنا ناقص واحد هذا A, B ثم نأتي كذلك بالنسبة إلى A, C ولن نتعجل فيما يخص هذه الأمور لأنها بسيطة لكن لما يكون هناك خطأ سوف نتحمل مسؤولية كبيرة إذن عندنا ناقص ثلاثة مع ناقص واحد كم تصبح لنا ناقص أربعة ثم عندنا واحد مع ناقص ثلاثة تصبح لنا كم تصبح لنا ناقص إثنان ثم عندنا واحد ناقص كم ناقص واحد اللي هو صفر إذن هذه هي مركبات هذين أشوائين ثم بعدها نأتي إلى حساب جداء سلامي فنقول A, B سلامي ماذا؟ سلامي A, C يصبح يساوي نأتي الآن إلى ناقص واحد واثنان وناقص واحد سلامي الشعاء الأخر اللي هو ناقص أربعة وناقص اثنان وصفرة فماذا ينتج؟ هذا في هذا يعطي لنا أربعة وهذا في هذا يعطي لنا ناقص أربعة وهذا في هذا يعطي لنا كم زائد سفرة ويساوي لنا كم سفرة إذن الجداء السلامي كم وجدناه؟ سفرة ثم بعدها ماذا طرح؟ قال استنتج طبيعة المثلث ABC الأمر الآن بما أنه أمر استنتاجي فنكتب هنا استنتاج ماذا؟ طبيعة المثلث الذي اسمه ماذا؟ ABC ABC إذن هنا عندنا نقول بما أنه ماذا؟ بما أنه ABC كم يساوي؟ يساوي صفرة فإن المثلث من هو المثلث؟ لهو ABC قائم لماذا؟ هذا يدل على أن الزاوية بين شعاء ABC كم تسعون درجة؟ أي أنه قائم في النقطة التي تذكر مرتين هذه هي الأ إذن نقول قائم في أ فقط ثم قال أحسب مساحته كذلك نكتب هنا حساب ماذا؟ مساحة المثلث من هو المثلث؟ قلنا اللي هو ABC سميت ماذا؟ سميت S فنقول S لمن لـ ABC تصبح تساوي مساحة المثلث إذا جئنا الآن المثلث ها هو قائم قائم في ماذا؟ في النقطة A إذا قلنا هذه A وهذه B وهذه C وتسعينا القاعدة في الارتفاع على إثنان إذا قلنا A مثلا A C في ماذا؟ في A B على ماذا؟ على إثنان المهم الوطن لا ندخله هذا في هذا على إثنان لأن المثلث في أصلي هو مستطيل تقسيم إثنان حتى نفهم جيدا فما علينا إلا حساب الطول A B و A C تصبح لنا تساوي نأتي الآن إلى حساب الأطوال كذلك هنا نقطة نقطة أبناء ولنا تعجل إذن عندنا A B يساوينا هكذا يساوينا المركبات هذه هذا مربع وهو كم؟ وهو واحد ثم هذا مربع يعني نحن نحسي في طاولة شعاء A إذن صبح لنا أربعة زائد هذا مربع لهو ناقص واحد مربع لهو واحد وصبح لنا جذر ستة ثم نأتي الآن إلى كذلك إلى A C A C بنفس الخطة هكذا إذن عندنا هذا مربع لهو كم؟ ستة عشر إحذروا أن يقول أحدكم ناقص ستة عشر لا ثم الذي بعده كم؟ ناقص اثنان مربع لهي أربعة زائد سفر لهي كم؟ لهي جذر عشرون لكن عشرون ما هي؟ هي أربعة في كم؟ في خمسة فهذا يخرج وصبح لنا كم؟ إثنان جذر خمسة الآن نعوذ فقط إذن عندنا A بقلنا جذر كم؟ جذر ستة و A C هي إثنان جذر كم؟ جذر خمسة على ماذا؟ على إثنان نختزل هذا مع هذا فتصبح لنا ركزوا الأمور جد الآن بسيطة هكذا تصبح تساوينا كم؟ تساوينا جذر ستة في جذر خمسة اللي هو جذر ماذا؟ جذر ثلاثون ونكتب هنا E ماذا؟ E A يعني وحدة ميساحة إذن تذكروا أن هذه الميساحة اللي هي S ل A B C كم وجدناها؟ وجدناها جذر ثلاثون قلت ونكتب هنا E A لهي وحدة ميساحة أما وحدة الحجم فنقول E V فقط أبناء بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى السؤال الآخر قال تحقق أن X ناقص 2 Y ناقص 5 زائد 10 يسا 0 معادلة ديكارتية للمستوي A B C إذن نكتب هنا التحقق أن ماذا؟ أن هذه المعادلة اللي هي X ناقص 2 Y ناقص 5 زائد 10 يسا 0 هي معادلة ماذا؟ المستوي A B C إذن أولا نقول النقط ماذا هي النقط؟ النقط A B و C أولا ليست على استقامية لماذا أبناء ها هي ها هي عينت لنا هذا المثلث المثلث القائم هذا النقطة الأولى فهي ماذا نقول؟ فهي تعين ماذا؟ تعين مستويا لأن يمكن أن نقول ثلاث نقاط تنتمي إلى مستوي لكن لا تعين مستوي إذا تخيلوا جاءت هكذا هل هذه تعين مستوي؟ هذا أصلا ليست مستوي إنما مستقيم نعم هي تشمل هي تنتمي إلى مستوي لكن لا تعين مستوي حتى نكون على دلاف هذا المسترحات الآن نقول نأتي الآن بإحداثيات والمعادلة إذن إذا جئنا أولا هذه النقاط ثلاثة نعم شكلت لنا ماذا؟ وما علينا الآن إلا جلب هذه الإحداثيات وتعويضها هنا فيجب علينا أن نجد كلها هذه الإحداثيات تحق لنا هذه المعادلة عويضه تصبح لنا واحد ناقص اثنان في ثلاثة ناقص خمسة في واحد زائد عشر لا نقول تساوي السفر بل نكمل تصبح لنا واحد ناقص ستة ناقص خمسة زائد عشر تساوي كم؟ لاحظوا انتبئ تصبح لنا إحدى عشر ناقص إحدى عشر وتساوي السفر إذن هذه الأولى حققت نأتي كذلك فيما يخص البي إذن كيف أما يخص البي كذلك نأتي بهذه الإحداثيات ونعوذ هنا تصبح لنا سفر ناقص اثنان في خمسة ناقص ماذا؟ زائد ناقص خمسة لاحظوا قلت ناقص خمسة ناقص خمسة في الز اللي هي كم؟ ثم زائد عشر تساوي سفر ناقص عشر زائد ماذا؟ هذا يعطي لنا أكيد سفر تصبح لنا زائد عشر وتساوي سفر حققت نأتي كذلك الآن إلى هذه النقطة كذلك ونعود دائما قلت هنا فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا ناقص ثلاثة ثم بعدها ماذا؟ ناقص اثنان في واحد في واحد هكذا ثم ماذا؟ ثم ناقص خمسة في واحد زائد ماذا؟ زائد عشرة تصبح لنا ناقص ثلاثة ناقص اثنان ناقص خمسة زائد ماذا؟ زائد عشرة وتساوي عشرة ناقص عشرة وتساوي سفر نقول ومنه إحداثيات ماذا؟ إحداثيات النقط A B و C حققت ماذا؟ حققت المعادلة نقول ومنه ماذا؟ ومنه المعادلة هذه لها X ناقص اثنان Y ناقص خمسة زائد عشرة يوس سفر هي ماذا؟ هي معادلة دي كارتية لمن؟ للمستوي الذي اسمه A B C هكذا فقط إذن أولا قلنا النقط هذه تعيد لنا مستوي لأنها شكلت لنا مثلث من قبل قائم ثم إحداثيها عوضناها هنا فوجدناها فيه من يقول يا أستاذ وإذا قمت أنا بحساب هذه المعادلة هنا أجدها نفسه هنا اتخذت طريقة طويل جدا كأن أعطي لك شكلا هنا وقال أصل إليه هنا فجئت مع هذا السؤال أبنائي جاء السؤال الآخر قال بيّن أن المستقيمين دالتا وآبي ليس من نفس المستوي إذن نكتب هنا البرهان أن ماذا؟ أن المستقيمين لهو دالتا والمستقيم الآخر مكون من هذه النقطتين لهو آ وبي ليس من نفس المستوي لاحظوا جيدا أولا لو جئنا مع المقصود في هذا سوف أشرح هنا بأمور هندسية تتفم جيدا إذا قلنا هذا مستوي هكذا وعندنا لاحظوا هذا قلت مستوي وعندنا مستوي آخر ها هو دقيقوا أرجوكم ها هو المستوي الآخر يريد مننا أن نثبت أن يوجد لنا مستقيم هنا ومستقيم هنا هذا هو المقصود ليس من نفس المستوي لأن كما تعلمون يمكن أن إذا كان المستقيمان متوازيان يعني حتى هنا بالداخل فهما من نفس المستوي إذا كان المستقيمان متقاطعان فهما من نفس المستوي إذا كان المستوي مستويان غير متقاطعان وغير متوازيان فهما من مستويان مختلفان الآن نأتي أولا إذا جئنا الآن إلى مركبات آ إذا الشعاع آ بي الذي مركبته كم ناقص واحد واثنان وناقص واحد وعندنا اي دالتا لهو الشعاع التوجيه للمستقيم دالتا هي القيم المضروبة في هذا الوسيط لهي كم هي ناقص واحد واثنان وخمسة هل يوجد ارتباط خطي أم لا إذا قلنا ناقص واحد على ناقص واحد كم هو واحد وإذا قلنا لاحظوا جيدا اثنان على اثنان هو واحد يعني يوجد الثابت نحت الآن أما خمسة على ناقص واحد هي ناقص خمسة إذا لا يوجد ارتباط خطي بين هذين الشعاعين فنقول لأن تلك النسبية التي نبحث عليها هذا على هذا وهذا على هذا وهذا على هذا غير موجودة إذن بما أن هذا إذن نقول فإن دالتا لا يوازي ننفي كلمة يوازي ماذا؟ نقول إما متقاطعان يعني كيف متقاطعان يعني جاء هكذا أو ماذا؟ أو ليس من نفس المستوي لكن هو يريدنا أن نثبت أنه ليس من نفس المستوي إذن لإثبات ذلك أبناء علينا أن نستخرج التمثيل الوسيطي للمستقيم هذا إذا سمعناه A B الذي يشمل لنا نقطة A ونقطة أخرى اسمها B ما هو شعاع التوجيه؟ كل مستقيم مكون من نقطة A B هي شعاع التوجيه فنقول هكذا فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا A M يساوي لنا A A A B حيث ماذا؟ حيث A A هذا وسيط حقيقي لا نسمي T لأن T أخذها الدالتا حتى لا تحدث لنا اختلاطات في هذه الأمور فيصبح لنا X ناقص و Y ناقص و Z ناقص ناقص إحداثيات الأ ها هي أمامكم اللي هي واحد ثلاثة واحد هكذا تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا ألفا في A B اللي هي ناقص واحد و 2 و ناقص واحد فماذا ينتج؟ ينتج لنا X يساوي هذا في هذا اللي هو ناقص ألفا وننقل هذا إلى هنا يصبح لنا زائد واحد ثم Y يساوينا 2 ألفا يعني نضرب هذا في هذا زائد ثلاثة ثم Z يساوي كم؟ يساوينا ناقص ألفا ثم زائد واحد هكذا هذه هي التمثيل الوسيطي للمستقيم A B حيث قلنا أن ألفا هذا وسيط حقيقي حتى الآن لم نجيب بعد تعالوا الآن ننطلق للإجابة على هذا السؤال الآن إذن تعالوا الآن أبنائي لنستخرج ماذا لنتحقق منها إذن لاحظوا هنا وانتبهوا عندنا هذه XYZ وهذه XYZ فماذا تقول نجعل قيمة X هذه تساوي قيمة X هذه وقيمة Y هذه نجعلها لهذه وهذه نجعلها لهذه ونحل هذه جملة المعادلة ذات المتغيرين ألفا وتي كيف تصبح هكذا نركز وناقص ألفا زائد ماذا؟ زائد واحد يعني هذا نجعله يساوينا هذا اللي هو كن ناقص أربعة ناقص كن ناقص T وهذه اللي هي 2 ألفا زائد ثلاثة يساوي لنا هذه اللي هي الثلاثة زائد 2 T ثم بعدها عندنا 6 زائد ركزوا جيدا لاحظوا وانتبهوا معي إذن عندنا كذلك هذه اللي هي كن ناقص ألفا ثم زائد واحد يساوي كن 6 زائد خمسة T عندنا كم من معادلة واحدة 2 ثلاثة نكون حاضرين الآن لو نقوم بحل هذه مع هذه سوف نجد ماذا؟ إشكال لماذا؟ لأن أكيد هذه نضربها في 2 تخيلوا نضرب هذه في 2 صبح لنا هنا 2 2 8 2 ونجمع هذا مع هذا يذهب وهذا مع هذا يذهب إذن لا يمكن أن نجد حل ما علينا الآن إلا أن نجعل هنا اختلاف نحل هذه مع هذه أما هذه التي في الوسط نركزوا نتركها للتحقق أنهما ليس من نفس المستوي كيف ذلك؟ معناه نجد ألفا وتي من المعادلة واحد وثلاثة ثم لما نجد قيمهم نعوضهم هنا إذا وجدنا المساواة فهما من نفس المستوي إذا وجدنا لا يوجد مساواة بين هذه القيمة وهذه فنقول ليس من نفس المستوي وهو قال ليس من نفس المستوي إذن أكيد سوف نجد إذن تعالوا ننطلق نأتي إلى هذه المعادلة هذه وهذه ما رأيكم أبنائي؟ ركزوا جيدا إذن ناقص ألفا زائد واحد يساوينا ناقص أربعة ناقص تي المعادلة هذه ما رأيكم أن نضربها في ناقص واحد فقط فتصبح لنا ماذا؟ ألفا ناقص واحد تساوينا ناقص ستة ناقص خمسة تي الآن نقوم بعملية الجمع قلت أعيد هذه ضربتها في ناقص واحد حتى نتخلص من الألفا فذهب هذا مع هذا وذهب هذا مع هذا لاحظتم؟ فماذا يبقى لنا يبقى لنا صفر يساوي ناقص عشرة ثم ناقص ستة تي هكذا ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا ماذا؟ عشرة تصبح لنا ناقص ناقص ستة تي ومنه تي ماذا يصبح يصبح لنا عشرة على ناقص ستة ويساوينا ناقص كم؟ ناقص خمسة على ثلاثة ها هو تي قد ظهر بعدما وجدنا قيمة تي يمكن مثلا أن نعوذ في أحد المعادلة هذه التي في الإطار الأحمر لا نلمسها نتركها للتحقق حتى تفهموا نأتي الآن ونعوذ مثلا تي في هذا المكان فماذا ينتج؟ لاحظوا تصبح لنا ناقص ألف هكذا زائد واحد يساوينا ستة زائد خمسة في التي كم وجدنا ناقص خمسة على ثلاثة دقيقوا فماذا ينتج؟ ينتج لنا ناقص ألف زائد واحد يساوي ستة ثم هذا في هذا ناقص خمسة وعشرون على ثلاثة لم أفعل شيء حتى الآن أركزه ثم ننقل هذا إلى هنا ناقص ألف تساوينا ستة ناقص واحد وهي خمسة ناقص خمسة وعشرون على ثلاثة ومنه ناقص ألف أو يمكن أن نضرف في الناقص حتى نتخلص من هذا الناقص الموجود في الألف تصبح لنا أي أن ألف تساوينا ناقص خمسة زائد خمسة وعشرون على ثلاثة يمكن هنا أن نضرف في ثلاثة وهنا في الثلاثة وتصبح لنا ألف تساوينا ناقص خمسة عشر زائد خمسة وعشرون على ثلاثة ومنه ألف ماذا يساوي لنا يساوي لنا هكذا عشرة على ماذا؟ على ثلاثة. ها هو ما وجدنا الآن التى والالفة. الآن أبنائي بعدما وجدنا قيمة التى وهذه الالفة نأتي الآن إلى التحقق. لاحظوا جيدا. إذا قلنا أنه الالفة كم وجدناها؟ وجدناها عشرة على ثلاثة. ووجدنا قيمة التى ليناقص خمسة على ماذا؟ على ثلاثة. دقيقوا نأتي إلى بهذه القيمة ونعوذ هنا ونأتي بهذه القيمة ونعوذ هنا ونجد لا يوجد مساواة أي يوجد تناقض مما يوحي إلى أن النقاء هذه المستقيمان ليس من نفس المستوي. ركزوا. نأتي إلى الجزء الأول هذا. انظروا. وعوذوا بقيمة الألفة. صبح لنا اثنان في عشرة. على ماذا؟ على ثلاثة زائد ثلاثة. صبح لنا كم؟ صبح لنا عشرون على ثلاثة زائد ثلاثة. نواحد هنا المقام ثلاثة هنا تسعة. فصبح لنا تسعة وعشرون على ثلاثة. هذا الجزء الأول. نأتي الآن بهذه ونعوذها هنا. فماذا ينتج؟ ينتج لنا ثلاثة زائد اثنان في. ماذا كذلك تلي هو ناقص خمسة على ثلاثة. تصبح تساوينا ثلاثة. ناقص كم؟ عشر على ثلاثة. نواحد هنا المقام ثلاثة وهنا تسعة. وتصبح لنا كم ناقص واحد على ثلاثة. أي ماذا؟ أي تسعة وعشرون على ثلاثة. لا يساوي ماذا؟ لا يساوينا ناقص واحد على ثلاثة. بما أن هنا لا يوجد مساوات لما عوضنا هنا وهنا فنقول ومنه ماذا؟ ومنه المستقيمان دالطا وآبي ليس من نفس ماذا؟ من نفس المستوي. أما لو قال بيّن أنه من نفس المستوي. لو وجدنا من هذه الجهة. مثلا وجدنا تسعة وعشرون على ثلاثة. من هذه الجهة نجد تسعة وعشرون على ثلاثة. فنقول هما من نفس المستوي لأنهم متقاطعان. يقول أحدكم إذا كان يا أستاذ متقاطعان هكذا وهكذا. أكيد متقاطعان في نقطة. كيف نجد إحداثيها؟ إحداثيها مثلا تخيلوا لو وجدنا هذا المساوات يمكن أن نعوذ إلا بهذه القيمة هنا وهنا وهنا. تلك النقطة التي نجد إحداثيها. يعني أكيد سوف لما نعوذ هنا وهنا وهنا نجد X و Y و Z. تلك هي نقطة التقاطع. أما هنا لو نأتي بهذه القيمة ونعوذ وهنا وهذه T نعوذ هنا فنجد ماذا؟ نجد لا يوجد تساوي. إحداثيات التي نجدها هنا ولا نجدها هنا. إذن فهما ليس من نفس المستوي. أما إذا كانوا من نفس المستوي أول شيء نجد هذه المساوات موجودة. لما نعوذ هنا سوف نجد إحداثيات. لما نعوذ بالT هنا نجد نفس الإحداثيات مما يدل على أنهم متقاطعان فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى أثبت أن المستقيم دالتا عمودي على المستوي A, B, C في نقطة اسمها C. أنا هنا إذا جئنا إلى الشكل يعني تلك المستقيم يشمل النقطة C هذه ويعبر هكذا. وقال أنه يعامده هنا يشكل زوية قائمة إذا سمينا هذا المستقيم سميناه ماذا؟ سميناه دالتا. إذن قال أثبت أن المستقيم هذا الذي اسمه دالتا يعامد المستوي A, B, C لكن في نقطة مشتركة اسمها C كما تلاحظ. يعني يولدها من هنا. أولا نحن نعلم أبنائي أن كل مستوي في الفضاء له ماذا؟ له شعاع ناظيمي. ها هو الشعاع ناظيمي. هذا الأمر الأول. إذا سميناه ماذا سميناه؟ إذا نكتب هنا عنوان الجواب إثبات أن ماذا؟ أن دالتا يعامد المستوي A, B, C في النقطة التي اسمها ماذا؟ التي اسمها C. أولا إذا جئنا إلى هذا المستوي والمستقيم كذلك له شعاع ماذا؟ له شعاع ناظيمي. اسمه ماذا؟ اسمه دالتا. إذا كان مستوي مستوي ومستقيم متعامدان. لاحظوا إلى الوضعية هذا وهذا كيف هما؟ إنهم متوازيان. إذا نقول كشرط حتى ماذا؟ دالتا يعامد A, B, C. يجب أن ماذا؟ يجب أن يكون أن A, B, C. وهو الشعاع الناظيمي لهذا المستوي A, B, C. يعامد ماذا؟ دالتا. هل يعامده؟ لا. فعلته هكذا. بل يوازي دالتا. لماذا أبنائي؟ انظروا. نعم هما متعامدان في هذه النقطة. يشكين زويا قائمة. لكن انظروا إلى شعاع. شعاع هذا والشعاع هذا. هل هم متعامدان؟ لا. إنهما انظروا. إنهما متوازيان. هذا الشرط الأول. يعني يوجد ارتباط خطي. إذا جئنا الآن إلى معادلة ماذا؟ معادلة المستوي. ها هي معادلة المستوي. يا أبنائي نقوم بجلبها معنا. ها هي معادلة المستوي A, B, C. لاحظوا. ها هي أمامكم. إذن فنأتي الآن إلى N لـ A, B, C. هذه ما هي مركبات. هي القيم المضروبة في المجاهلية الواحد والناقص اثنان والناقص خمسة. وعندنا كذلك U دالتا ماذا؟ قلنا القيم هي المضروبة في هذا الوسيط اللي اسمه T. ناقص واحد وماذا؟ واثنان وخمسة. لاحظوا. إنها هذا على هذا. كم؟ إنها لاحظوا جيدا. هكذا. ناقص واحد على واحد. تساوينا كم؟ إثنان على ناقص إثنان. تساوينا كم؟ تساوينا خمسة على ناقص خمسة. ويكي لهم وكلهم يعطي النتجة ناقص واحد. فنقول أن هذا لـ A, B, C. كيف يساوينا ناقص واحد في U دالتا؟ لأن هذا هو تلك الكا. يعني كا واحد. فوجدنا أن واحد كتب بدلتا الآخر. نقول ومنه ماذا؟ ومنه دالتا يعامد A, B, C. إحفاظوا هذه أرجوكم. إذا قال مستوي وعامد مستقيم فاعلموا أن الأشعة مرتبطة خطية. أما إذا قال متوازيان فهناك التعامدية. لماذا أبنائي؟ لأن لو قال متعمدا لجاء المستقيم دالتا هكذا. فانظروا الآن إلى شعاء توجيهه. هذا مع هذا كيف يشكلين؟ شكلين زاوية قائمة. إذن المستقيم والمستوي متعاكسا في الكلام. إذا قالوا متعامدان فنركز على الأشعة أنهم مرتبطة خطية. وإذا كان متوازيان فنرتبط على أنهم الجداء السلمي يسوي السفر. الآن بما أن أثبتناهم أنهم متعامدان لكن بقيت لنا شيء في النقطة التي اسمها C. أولا نحن عندنا أن C تنتمي إلى المستوي ABC. هذا لجدال. لأن أصلا قال المستوي ABC. إذن هذه C تنتمي إليه. وقد أثبتنا أن إحداثية حققت المعادلة. هذا الأمر الأول. لكن يجب أن تكون هذه النقطة C كذلك تنتمي إلى المستقيم. أولا هي تنتمي إلى المستوي لجدال. لكن عليها أن تكون كذلك تنتمي إلى المستقيم. لكن لمعرفة أن نقطة تنتمي إلى المستقيم. ماذا تقول القاعدة؟ تقول القاعدة علينا أن نجلب التمثيل الوسيطي ونجلب بإحداثية هذه. ونعوذ هذه X وهذه Y وهذه Z. نعوذ هنا بالناقص ثلاثة ونعوذ هنا بالواحد ونعوذه بن الواحد. يجب علينا أن نجد قيمة ثابتة للT لمعرفة نقطة أنها تنتمي إلى المستقيم. فنأتي بإحداثية هذه ونعوذه هنا فنجد T واحد. لكن نقطة تنتمي إلى مستقيم مستوي أن نعوذ بالإحداثية تنجد السفر. أما هنا لا. فتعالوا ننطلق. هذا يذهب إلى هنا. تصبح لنا ناقص T أو نكتب هكذا حتى لا تختارك عليكم أروا. تصبح لنا ناقص ثلاثة زائد أربعة يسوينا ناقص T. هذه تعطينا ناقص واحد والنقص بحالنا T كم يسوي؟ أركزوا جيدا. تصبح لنا ناقص واحد يجب هنا كذلك أن نجد ناقص واحد. انظروا. تصبح لنا واحد ناقص ثلاثة يسوينا إثنان T. تصبح لنا ناقص إثنان تسوينا إثنان T. يعني T يسوينا ناقص واحد. ها هي الأمر كذلك هنا ثابت هنا ثابت. نجد الآن نقول هذا نصبحنا ناقص خمسة يسعي ناقص خمسة على خمسة وهو ناقص واحد نقول تي وحيد ومنه سي تنتمي إلى المستقيم دالط نقول ومنه ماذا ومنه دالط يعامد بسي في ماذا في النقطة ماذا النقطة سي عفوا النقطة سي إذن هذه النقطة هي نقطة مشتركة ما بين المستوي والمستقيم دالط فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال أبنائنا تلآن إلى شيء آخر قال لتكن دي نقطة من المستقيم دالط هذه معنى نقطة كيفية لا إهداثيها ما هي هذه النقطة معنى ها هي كما تلاحظون تتغير هاكذا يعني هاكذا تتغير على المستقيم دالط إذن ما هي إهداثيها نحن نعلم أن أي نقطة في الفضاء عندها إكس ركزوا جيدا وإيجراج وزاد التي تساوي الإكس ها هي قيمتها انظروا كم؟ إنها ناقص أربعة ناقص تي الإيجراج كم؟ إنها ثلاثة زائد إثنان تي والزاد إنها ستة زائد خمسة تي هذه هي إحداثيات هذه إذن لاحظتم؟ إذن قلنا أن إحداثيها هي إكس إيجراج زاد لأنها نقطة كيفية من دالط فتصبح لنا إحداثيها بدلة تي اللي هي ناقص أربعة ناقص تي هذا الإكس الإيجراج هو الثلاثة زائد إثنان تي والزاد هو ستة زائد خمسة تي قال السؤال قال بين أنه من أجل كل عدد حقيقي تي فإن المسافة بين النقطة دي وهذا المستوي A B C تسوي أن القيمة مطلقة لتي زائد واحد في جذر ثلاثون إذن لاحظوا جيدا نقول البرهان أن ماذا؟ أن المسافة ما بين النقطة دي هذه النقطة الكيفية التي التي تسبح في المستقيم دالط والمستوي A B C كم تساوي؟ تساوي لنا القيمة المطلقة لتي زائد واحد في جذر ماذا؟ ثلاثون ننتبه هنا أبنائي سوف نطبق قاعدة العاملة المعروفة على بعد النقطة عن المستوي اللي هي بعد النقطة دي عن المستوي A B C هكذا هكذا تساوي لنا القانون المعروف بهذا القانون هكذا وهنا هكذا وننطلق رويدا رويدا تابعوا ماذا تقول القاعدة؟ تقول أولا في المقام نضع طاولة الشعاع الناظمي وهي هذا واحد كم؟ واحد مربع زائد ناقص اثنان مربع وهي أربعة ثم ناقص خمسة مربع وهي خمسة وعشرون هذا الأمر الأول إذن هنا قلت توضع طاولة الشعاع الناظمي هذا مربع زائد هذا مربع زائد هذا مربع ثم الأمر الثاني أنه هذه الـ X تضرب في معامل X هنا كم؟ اللي هو واحد سبحانا ناقص أربعة ناقص ماذا؟ ناقص T وهذه تضرب في هذا ناقص اثنان فأصبح لنا ناقص كم؟ ناقص ستة ناقص أربعة ثم هذا يضع يضرب في هذا ناقص ثلاثون ثم ماذا؟ ناقص خمسة وعشرون ثم نضيف هذه الزيادة اللي هي زائد ماذا؟ زائد عشر نكمل الآن أبناء رويدا رويدا وعلينا أن نجد هذه القيمة تصبح لنا تساوي لاحظوا هكذا في المقام أكيد سوف نجد جذر ثلاثون لأن هذا يعطينا جذر ثلاثون أما في البسط أولا عندنا هذا وهذا وهذا كم يعطي لنا؟ يعطي لنا ناقص ثلاثون تي لكن لا ننسى رمز القيمة المطلقة ثم عندنا كذلك لاحظوا وانتبهوا أرجوكم نقطة نقطة عندنا هذا مع هذا مع هذا يعطي لنا ناقص أربعون قلت ناقص أربعون مع زائد عشر سبحانا ناقص ثلاثون هكذا بعدها يمكن أن نستخرج ماذا؟ نستخرج ناقص 30 بالقيمة المطلقة ناقص 30 بالقيمة المطلقة في الداخل التي يبقى لنا أكيد هو T زائد واحد أعيد النشرة على المقام وهو جذر 30 يا أبناء أرجوكم استخرجت الناقص 30 كعام مشترك بالقيمة المطلقة لكن القيمة المطلقة للناقص 30 معروفة كم تساوي؟ تساوينا 30 إذن فتصبح لنا تساوينا 30 هكذا لأن القيمة المطلقة للناقص 30 معروفة أنها تساوينا 30 في T زائد واحد على جذر 30 هل وصلنا إلى هذا؟ لا زال بعد لكن الثلاثون في الأصل ما هو؟ هو جذر 30 في جذر 30 كل عدد حق هو جذر نفسه في جذر نفسه في T زائد واحد هكذا بالقيمة المطلقة على جذر 30 فيذهب هذا مع هذا فركزوا ماذا تبقى لكم أليس هي جذر 30 في القيمة المطلقة لT زائد واحد وبما أن الضرب عملية تبديلية فهذا ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا القيمة المطلقة لT زائد واحد في جذر 30 هذا بكل بساطة فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال الأبناء نأتي الآن إلى السؤال الأخير قال عين إحداثيات النقطة D التي قلنا إنها نقطة كيفية تتحرك الآن إذن بحيث يكون A B C D ربع الوجوه حجمه كم؟ 10 U V معناها 10 وحدة حجمة إذن نكتب هنا أولا تعيين إحداثيات ماذا؟ إحداثيات D حيث ماذا؟ حيث V لـ A B C D يسوينا كم؟ 10 U V معناها وحدة حجمة دقيقوا هنا أرجوكم نقطة نقطة أولا من هو ربع الوجوه الذي يقصده؟ هو هذا هذا هو ربع الوجوه هذا هو ربع الوجوه ما نحن نعلم يا أبنائي أن ماذا؟ أن V لـ A B C D يسوي ماذا يسوي حجم ربع الوجوه؟ يسوينا واحد على ثلاثة في مساحة القاعدة التي هي مساحة مثلث A B C في هذا البعد بعد النقطة D عن المستوي اللي هو يمثل ارتفاع اللي هو D لمن؟ لأن النقطة D والمستوي A B C يصبح ماذا؟ لكن هو قال هذه كم أعطيت لنا؟ إنها عشرة فنضح هنا نقول عشرة تساوي واحد على ثلاثة في مساحة المثلث A B C لو نرجع الفيديو نجده كم وجدناه؟ وجدناه جذر ثلاثون في D ها هي D يا أبنائي هذه نجربها ونضعها هنا فماذا ينتج؟ في القيمة المطلقة لـ T زائد واحد هكذا أركز في جذر ثلاثون لاحظوا نقطة نقطة أولا نستعمل جداء الطرفين في جداء الوسطة أو نضرب في ماذا؟ نضرب هذه كليا في ثلاثة لما نضربها في ثلاثة تصبح لنا ثلاثون يسوينا هنا أكيد لما نضرب في الثلاثة تذهب مباشرة وعندنا هذه جذر ثلاثون في جذر ثلاثون هو ثلاثون في القيمة المطلقة لـ T زائد واحد لم أفعل شيء أرجوكم حتى يقول أحدكم اختلطت الأمور ضربت في الثلاثة فأصبحت هنا ثلاثون وهنا ضربت في الثلاثة فذهبت هذه الثلاثة مع هذه ذهبت فبقيت لنا جذر ثلاثون في جذر ثلاثون هو الثلاثون ومنه ماذا؟ ومنه T زائد واحد بالقيمة المطلقة يساوينا ثلاثون على ثلاثون يعني هذا ينتقل هنا لأنه فيه فيذهب هذا مع هذا فأصبح هنا القيمة المطلقة لـ T زائد واحد كم تساوي؟ تساوينا واحد لكن المعروف على بما أن هذه القيمة في الرياضية مجابة وهذه مجابة تقول القاعدة اسمعوا إذا كانت عندنا القيمة المطلقة لـ X تساوي لنا A مع A قيمة مجابة فإن X يساوي لنا A أو X يساوي لنا ناقص A إذن تخيلوا ها هو الـ X وها هو الـ A فماذا ينتج؟ أكيد تصبح لنا T زائد واحد يساوي لنا A لهو واحد أو ماذا؟ أو T زائد واحد يساوي لنا ناقص A معناه ناقص واحد فننقل هذا إلى هنا صبح لنا T يساوي لنا واحد ناقص واحد لهو سفر هذا الجزء الأول ثم ننقل هذا إلى هنا صبح لنا T كم يساوي؟ يساوي لنا ناقص واحد ناقص واحد لهو يساوي لنا ناقص اثنان ها قد الآن وجدنا قيمة T لكن هو لم يقول أوجد قيمة T بل أوجد إحداثيات الآن إحداثيات سوف نعود إلى هنا ركزوا جيدا الأمر أنا أصبح جد جد بسيط إذا أخذنا إحداثيات هذه النقطة D بدلالة T ها هي أمامكم ما علينا أبنائي إلا التعويض كيف ذلك؟ أركزوا أرجوكم هكذا بعدما وجدنا هذه القيم نأتي الآن إلى إيجاد الإحداثيات مرة نعوذ بماذا؟ بالصفر عوذ هنا بالصفر وهنا بالصفر وهنا بالصفر فاصبح لنا D إذا سميناها D1 كم تصبح إحداثيها؟ نصبح لنا ناقص أربعة والثلاثة 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 هذه من أجل T كم يسوي? يسوي لنا الصفر الآن عندنا كذلك من أجل T كم يسوي؟ يسوي لنا ناقص 2 عوذوا الآن هنا بناقص 2 وهنا بناقص 2 وهنا بناقص 2 فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا D كذلك إذا سميناها D2 كم تصبح؟ ناقص 2 كم هي؟ ناقص واحد في ناقص 2 تصبح لنا ناقص أربعة زائد 2 وهي كم؟ وهي ناقص 2 ثم عندنا ناقص أربعة ناقص أربعة والثلاثة كم إنها الناقص واحد وعندنا هنا كم عندنا ناقص عشر والستة نصبح لنا ناقص أربعة كم يوجد لنا من إحداثية يعني توجد نقاط نقطة في هذا المكان ونقطة تكون في هذا المكان لأن هذا كذلك يجعله رباعي الوجوه من الفوق ومن الأسفل حتى تفهموا جيدا وهكذا أبنائي قد أنهينا مع هذا التمرين الرائع وفي الأخي الأبناء وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء أنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة طهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نوردين ليصلكم جديدا باستمار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته